الحمد لله جواب العذاب الرحمن الرحيم مليك في الدين إياك نعمر إياك نستعين إذنى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهي المغلوب عليهم والضالين عليك وكلت وعليك ليتوكل المتوكلون ولما تخلوا من بيت أمرهم ألوهم ماذا يغني عنهم ماذا يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفسه عبوب قضارا وإنه لذو علمي ما علمنا قال إن أثر الناس لا يعلمون ولهم لا تخلوا على يوسف آوى إليه أخا قال إني أنا أخلك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلهم ما جهدهم بجهازهم جعلت سطايا في رحل أخير ثم أذنوا والذينية والعين إنهم نساركوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون طارون السلطة على الملك وإنهم جاء مني حبل بعين وأنا بني ذعين قالوا إلى الله أقد علمكم ما جبنا ليفسد في الأرض وما كم نساركين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاتبين قالوا جزاؤه إن كنتم 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 كاتبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعمل وإياك أستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمل عليهم وإلا الضموعين ويوم ضالين آمين قالوا فما جزاؤه إن رحوانكم آمين قالوا لها أم من مجد في رحدي فهو الله كذلك لجب الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاة نقيه ثم استخرج ما منه وعاة نقيه كذلك لجب الظالمين ما كان ليه الأخوان في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجاء من مشاء وفوقه الذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل فأسر ما يرزه في نفسه ولم يبدها لهم قالوا أنتم شر مكالا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العديد إن له أبا شيخا كبيرا فاخدع لنا مكالا إنا ملك إلى المحسنين قال أعاذ الظالم أن يخبر إلا من وجدنا مكالا عنده وجدنا مكالا عنده إما إذا لقاربوا فلما استهيئتوا من خطر نديا قال كبيره ألم تعلموا أن أباكم قد خد عليهم موسطا من الله ومن قبل ما فردتم في موسطا فلنرى ألم عدى يا فهدي أبي أو يحفظ الله لي وهو خير القلبين